الفوانيس الرمضانية موروث مصري نشأ إبان حكم الدولة الفاطمية بدأت مؤخرا بالانتشار في الأسواق العراقية خاصة محل الزينة التي تبرزها كأحدى مظاهر الاحتفال برمضان مواضيع الفوانيس مثل ما تلاحظون خلف حضرتك أول شي هي استيرات خارجي طبعا هي ثقافة ليست ثقافتنا العراقية هي ثقافة خارجي جهتنا من مصر بالضبط يحتفلون بها المصريين تكونت من أدهى أجواء دخلت على العراق ووسط الصراع الدائم الذي يزداد حدة بين الحدثة والتراث تعود العائلات البغدادية لاقتناء الفوانيس والإكسسوارات التراثية المختلفة للطاولات مثل أكواب الشاي والقهوة التي كتبت عليها عبارات رمضانية والشموع الكبيرة والمصاحف الملونة والنشرات وغيرها هي شرقية وصوني عليها بالبيث وجاي يشوفني ناب المول عجبتك يا أنواع؟ كل شي عجبتني ألوانها بيضة والسودة وناس تنفتح تنحط بها قلوب إنارة فشي كل يش راقي تعتبر هي نوع من أنواع زينة رمضان لو ممكن واحدة تنيها بأي وقت؟ زينة رمضانية يقدر واحد يحطها مثلا بالاستقبال أو ضيوف شهر رمضان نعم هي جزء من طقوس رمضان المبارك وأنا أشوف عليها قبال بالفترة الحالية سابقا ما بتراوجها هيش فكرة عندنا بالعراق لكنها حلوة يعني كل بيض حتى بالسيارة حتى بالمحلات بالمولات متوفرة وفتشي حلوة لطيف الفوانيس الملونة والمضيئة لا تستخدم غالبا في العراق للإنارة إنما يقتصر وجودها على إضفاء بهجة روحية ومناظر جمالية عادات رمضانية مختلفة يبدو بأن الفانوس احتل فيها مكانا متميزا ليضيف إلى ما تختزنه ذاكرة العراقيين من طقوس جميلة خلال شهر الصيام بتعدد أشكالها وألوانها الفوانيس أحد المظاهر الشعبية والفنون الفلكلورية التي نالت استحسان العائلة العراقية مؤخرا كشكل من أشكال قدوم شهر رمضان المبارك استبرق حسن الحرة بغداد